طيب هنروح لكرة السلة منتخب مصر كرة السلة زي ما انا حضركم بكادة الكابتن احمد مرعي سفروا تونس عشان تصفيات الويندوز التانية من تصفيات امم افريقيا عملوا مسحة مبارح طبعا عشان يطمينوا على اللاعبين وده اجراء عادي جدا وبيحصل في كل البطولات وكل اللاعبين الحمد لله بالجهاز الفني تأكد مسحة او سلبية المسحة او مسحة كورونا طيب المشاة هتلاعب امتا هتلاعب من 17 الى 21 فبراير الجاي وطبعا كان المنتخب هناك استغل الفرصة وكان الفريق الويندا راح بدلي وفريق مدغاشكا راح بدلي ولعب مطشين والديين مع الفريتين ويفاز في المطشين طيب مطشاتنا ماشى ازاي اول مطش هيكون مع اوغاندا ان شاء الله الساعة 9 بالليل دا امتى بكرة طيب يوم 20 فبراير مع الرأس الاخدر الساعة 12 الدهر واخر مطش هيكون يوم 21 فبراير مع المغرب الساعة 12 الدهر منتخبنا لعب وانتوا جايدين لو تفتكروا من شهرين تقريبا في اسكندرية على صلاة التحاد السكندري وفاز بالتلاث مباريات مع ست نوعات بتحيق لي ان منتخب مصر يكفي مباراة او اتنين ويضمن التأهل لكأس الامم الافريقية خلينا اقولكم ان احنا ما خدناش كأس الامم الافريقية من سنة 82 اه من سنة 82 منتخب كرة السلة ما خدش 83 انا اسف وتذكروا كانت في صالة الرعب في اسكندرية صالة السادة اسكندرية الحقيقة اللي احنا يعني في كمة الحزن انها مقفولة طبعا يعني كنا يعني الصلاة دي اللي اللعب فيها عارف يعني ايه باسكتبول حقيقة صلاة من الصلاة اللي هي عاملة زي صلاة اوروبا وامريكا 63 تأهلنا طبعا كابتن عمرة بالخير خالد بخيت نبيل بخيت مجموعة من اللعبين كابتن سلعاوي كل اللعبين دول كانوا موجودين فيها تأهلنا للوس انجلوس 84 متحت وردة طبعا اللي كان صاحب الباسكت الاخير اللي حطه اللي عايز اقول لكم ان احنا من ذلك الوقت او من ذلك الحين منتخب مصر ما خدش بطولة افريقيا الحقيقة يعني ده حلمه وهدف لنا كلنا وعايز اقول لكم حاجة ان بطولة افريقيا في كرة السلم مش مؤهلة دلوقتي لحاجة هتقول لي طب ازاي هقولك دلوقتي الباسكت او الاتحادي الدولي في كرة السلم اشترط على التحادات القرية انه بقى التأهل بيبقى عن طريق الويندوز زي ما قلتوا حادقكم البطولة الحلقة اللي فاتت بيلعب دورات مجمعة بيجمع نقط بيطلع وده نظام فير انت ممكن تروح بطولة انا عانيت انا كهيسة مسعيد من نظام القديم ان انت بتروح بطولة ممكن ما تبقاش متوفق فيها راحت عليك الدنيا انما عندك ويندوز وبعد كده تقعد شهر اتنين وبعد كده ويندوز تانية بتغير لعيبة بتطور نفسك فالحقيقة احنا كلنا بنتمنى ان شاء الله منتخب مصر على اقل ياخد بطولة افريقيا كنوع من انواع يعني الريكورد او يعني زي ما بتقول حلم لنا كلنا ان احنا نرجع البطولة دي حتى لو مش بقى اهل الحاجة بس بطولة مهمة ونتمنى طبعا لمنتخب السلة كل التوفيق ان شاء الله